قبل ما اسألك عن الكاس عاي سألك عن الاسماعيلي انا واضح يعني انا من محبين جدا لدي الاسماعيلي واستمتع بكرته من ايام زمان ودايما بقول ان الاسماعيلي هو اول فريق ادخل الفرحة في قلوبنا كمصرينجيلي لان انا موليد ستين الاسماعيلي خد بطولة افريقيا في يناير سبعين كان سنة عشر سنين بدأت قدرك عرفت الاسماء الكبيرة العظيمة بخيادة الراحل حسن مختار شحتة ابو جريش بنا ادليه الصحة سيد عبد الرازق اميره وميمي درويش وبعدهم حسن درويش وابلهم العربي والنوس حتى اسميم كانت حلوة النوس واميره وشحتة ورضا والعربي السقة مختار ابو جريشة اسميم كمان في امال زيكة انا بحب الاسماعيلي بحب الانديات الشعبية بصفة عمد اسماعيلي اتحاد مصري انديات المحافظات بحبها الاسماعيلي امكن ليه سنة زيادة شوية احسألك يعني عشت فترة جميلة في الاسماعيلي ودرجة بقيتك سابه الاهلي رايح جاي لزة مالك خدته دوري عام وصلته نائي افريقيا دينيا كانت حلوة وعالية وجميلة ايه اللي بيحصل للنادي الاسماعيلي اعمال وهل عرض عليك تضرب الاسماعيلي قبل كده او لا لو هبتدي من الاخر موضوع التدريب لا صعب طبعا ما حصلش اه كحبي لمكان يعني لو انا قلت اسوان هي بداية الخير والوش الساعة اه فالنالة الكبيرة اكيد كانت النادي الاسماعيلي طبعا كم سنة في الاسماعيلي ست سنين ست سنين ماشاء الله مشيت اخر تلات اربعة شهور تقريبا على النصر السعود كم سنة في النصر لا ست شهور الاعارة اللي رجعت بعدها على النادي الاهلي نعم ال ان انت تتغير من لعيب بيلعب على البقاء في الدوري وطموح البقاء في الدوري ان انت تلعب على بطولة دا كان موضوع مختلف وكانت من اول سنة نعم انها نلحق الجيل تسعين كابتن حمزة الجمل وكابتن مشير عبدالصمد وكابتن محمد فكري وكابتن صعفان وكابتن سادس وركي نعم كل المجموعة دي عشان تلحق كابتن احمد يناوى الله ارحمه كابتن احمد رز مجموعة وكابتن فوزي جمال تلحق الجيل دا وكابتن اهاب جلال نعم عشان لعب معي برضو منوسم دا وجانة كمان الكابتن مجد طلبة من النادي الاهلي نعم انت طعد تدور على مكانك فين في الملعب كابتن مع ساد معوت في الاسماعيلي سيد جاء ليه في يناير في الاسماعيلي اه اول سنة والدخول لك النادي في الاول يعني زي ما الواحد بيفتكر اول يوم وروحت في اسوان ونازل من التكيف بعد 14-16 ساعة سفر وفي درجة حرارة 50 زي ما انت فاكر اول يوم استقبالك للنادي الاسماعيلي وانت داخل شال شنطتك على الاستراحة والناس بيستقبلوك ازاي وده اه ده اعماد بتاع اسوان ده اللي برو بتاع اسوان ده مدافع كويس كان لسه الكلام اللي هو البداياتي يعني استقبال كويس جدا واخدت مكان في الاستراحة كنت انا وحمام ابراهيم في نفس الموسم وهاني يونس من شبين نعم كنا احنا التلاتة اللي جايين من اندية اسوان شبين الامونيوم نعم احنا التلاتة في اول مباراة رسمية ضد الشرية كنا احنا التلاتة في الملعب نلعب فترة اعداد مع مستر فرانك انجل الالماني نعم وكان الشيخ طه اسماعيل مستشار فني للنادي نعم كابت صبر المينياهو تقريبا كان مدرب عام الاول سنة تمانية وتسعين تسع وتسعين في بدايتها ما كانتش حاجة يعني كنا بنخسر نتعادل نكسب اول تلاتة اربع مباريات لكن كان الا انا استفدت منه في قط اللبس اللعيبة الكبارة اللي كانت موجود دي كان بالنسبة لي اكبر استفادة ان انا بشوف اللعيبة بتعامل حاجات كابتن انت بتكتسبها حاجات كويسة بتشوفها وحاجات برضو ان ممكن تكون انت كلعيب حضرتك في قط اللبس وانت صغير وانت كبير الموضوع بيكون مختلف يعني لما بتكبر انت تتعامل ازاي مع اللعيبة موسم ثمانية وتسعة وتسعين وصلنا للنهائي كاس مصر خسرنا من نادي الزمالك تلاتة واحدة تسعة وتسعين الفين بداية مش موفقة ونهاية ولا احلى من كده يعني تسعة وتسعين الفين ده افضل من افضل المواسم بعد الفين واحد الفين واثنين لان ده موسم الكاس كابتن محسن صالح بداية كابتن محسن صالح معنا كسبنا تقريبا عشر مباريات وصلنا نهائي كاس ضد نادي الماولين كسبنا 4-0 سنة القاهرة اول بطولة وده اللي بقولك حضرك ان انت بتتحول من اللعيب بينافس على البقاء في الدوري للعيب خلاص انت بتلعب تاخد بطولة تاخد بطولة وكمان بتروح تلعب في افريقيا ففترة النادي اسماعيل للا فترة بالنسبة لي فترة تحول من لعيب ناشئ للعيب كبير يعني من لعيب هاوي اللعيب محترف حاجة كده موسم تسعة وتسعين الفين الكاس الفين الفين وواحد بقى اللي هو افريقيا نعم افريقيا ونالا الاول شاركنا في ابطال الكؤوس طلعنا في موسم الفين فالفين وواحد وصلنا النهائي ضد الشبيبة خسرنا بمجموع الماضيين بالتعادل نعم صفر صفر واحد واحد اه واحد واحد اسماعيلية صفر صفر في الشبيبة الفين واحد الفين واثنين رغم ان الفرقة مش منها اوتاكا مش منها ردسيكا مش منها لعيب كبير كتير مشيت لكن ضاف لنا بقى كان عماد النحاس الله رحمه ايمان رمضان محمد يونس عمر فهيم اسلام الشاطر سيد معوض عطية صابر حمص خميس احمد فتحي حمام ابراهيم سعد عبدالباي حسني لا حسني تاني سنة دي سنة الدوري ابراهيم بعرور سمير ابراهيم فارج دول حراس المرمى محمد فتحي محمد صبحي صلاح ابو جريشة محسن ابو جريشة طبعا كابتو محمد صلاح ابو جريشة محسن ابو جريشة محمد باسيوني عبر ازال فرود الناجيري اللي كان موجود معنا ده موسم الدوري واحد من افضل المواسم ستة وعشرين مباراة انا لعب ستة وعشرين مباراة ما ريحتش فيهم كلهم سانية خط الدفاع مسجل لعشرين جون تاريبا كل واحد فينا خمسة عماد النحاس خمسة اسلام الشاطر خمسة عطية صابر خمسة عمر فهيم خمسة يونس ممكن تلقى سيد معوض جون يونس ممكن جون او اتنين لكي انا بتكلم على اربع جابين عشرين جون مسل عماد واسلام وعطية وعمر فهيم ومنهم اغلى الاهداف طعمهم موارات اربع اربع مع النادي الاهلي والمصري والمصري عماد وعمر الاتنين الاستوبرات الاتنين الدفاع المدافعين طبعا مطش الاهلي اسلام وعطية وعمر وعمر نعم تلاتة عمر فهيم مباركات برضو تلاتة مدافعين هما المسجلين في مباراة القناة اللي فرقنا بيها بتلاتة بونت انا جاي بجوني المكسب اللي فرقنا الاتنين بونت اللي خدنا بيهم الدوري في مباراة المصري انا بدأت التهديف وبعدين عمر فهيم الجنين افضل موسم يعني ما كانش ينفع بكل حال من الاحوال ان انت تخسر دوري اين الاسماعيلي الان من وجهة نظرك يعني اللي كان بيدور في اسوان ومغاغة والاليمونيوم وشبين وبيلاقي كنوز يعني ايه اللي بيحصل محطن صالح استمراريته وعملت نتائج طائبة جدا النادي الاسماعيلي الان مدرب كل ستة شهور لعيبة حتى اكيد لعيبة كويسين بس واضح انا ما حدش عارف يكتشفهم بشكل جيد شايف ايه يعني اتمنى ان ما فيش حد يزعل يعني احنا باتكلم لمكان الواحد عاش فيه يعني فترة بالنسبة لي من اقوى الفترات اللي انا عاشتها مع فترة النادي الاهلي هنا ست سنين وهنا خمس سنين في اللعب لكن ست سنين الليعب كان في النادي الاسماعيلي يعني اكتر مفروض فريحنا لمبيته هو النادي الاسماعيلي وانا كابتن للنادي كمان خسرت اسعب بطولة في حياتي بطولة افريقيا ضد انيمبا الفين وثلاثة وانت كابتن النادي اللي بتفكر ازاي تشيل البطولة انا بقول ان بعد كده ربنا عوضني ان انا افوز مع النادي الاهلي في الفين وخمسة والفون وستة والفين وتمانية والعب كاسعالم الفين وخمسة ورعب كاس عالم الاندي الفين وستة لكن برضو في النادي الاسماعيلي خدت كاس خدت دوري كان نفسي كمان يبع عندي افرق يا بنا كده يعني اسمه تاريخ كبير وحفرت اسمك فعلا الحمد لله في تاريخ النادي النادي الاسماعيلي شوية عدم الاستقرار ان انت ما بتحفص على اللعيبة والسيناريو واحد وراهن حضراء كابتن وحنا معلش على الهوى يعني ان هو السيناريو واحد السيناريو اللي مشي بيعماد هو اللي مشي بيه اسلام هو اللي مشي بيه بركات هو ان ما فيش فلوس هو ان انت بتبيع عشان خطر تصرف على النادي المشكلة رقم واحد استقرار ماديا ازاي تحافظ على الجيل اللي موجود اخر جيل تاريبا كان موجود في النادي الاسماعيلي ياخد بطولة 2008 اللي وصل للمباراة نهائية الواموسم 2008-2009 مع النادي الاهلي استاد الماكس اللي هو جنف لافي ده الجيل اللي كان ياخد بطولة نعم خلاص بعد كده خلاص زاء ده الجيل بتاعنا اللي هو لغاة 2003 بتوصل لنهاء افرق ان انت بتزاي تحافظ على اللعيبة دي اول نقطة ان انت ما بتحافظ على اللعيبة لغاة يومنا هزا يعني للنهاردة انت برضو او للموسم اللي فات بلاش الموسم ده احنا لسه شغالين الموسم اللي فات انت بتبيع افضل اللعبين حمد فاتح في نص الملعب عواد برضو دول قوام اساسي فهل انت كنادي اسماعيل عشان انا نافس انا ابيع لعيبة ولا اشتري لعيبة لو ما فيش موارد كل الاندية ما فيش موارد لكن النادي اسماعيل كان بيمتلك قطاع نشئين قطاع نشئين في الفترة اللي كان موجود الكابتن على ابو جريشا اقوى قطاع نشئين كان موجود في مصر حمد عبدالله طالع من قطاع نشئين شريف عبدالفاديل طالع من قطاع نشئين احمد فاتحي طالع من قطاع نشئين عبدالله السعيد عبدالله الشحات حسن عبدالرب كله طالعين من قطاع نشئين ولعيبة وصلت في الكورة زي حسني مثلا لواحد لأحسن حد ممكن في الجيل بتاعه في المكان ده في نص الملعب فإن أنت إزاي تستثمر أو إزاي تحافظ على المجموعة وإن أنا ممكن أبيع بمئة مليون زي السنة اللي فاتت بس على الألأ أشتري لعيبة بخمسين مسلا يعني لكن التفكير شوية لازم يتغير الطموح المفروض موجود ودي موجودة أكتر عند الجمهور بشوفها إنها مش موجودة في النار يعني الجمهور دايما بيفكر في المنافسة الجمهور دايما عامل ضغط على اللعيب إنه يلعب يعني عندك عنصر مهم جدا فيه أندية كتير بتفتاخده عنصر الجمهور دايما مهم جدا بالنسبة لك ناس بتمشي وراك في أي مكان سواء وإنت كويس وإنت وحش أظن لو في استقرار في النادي الإسماعيلي زي ما حالك بتقول كل ستة شور بتغير مدرب الأمور المادية بشوف إنها الفترة دي بتتحسن فاضل بقى الأمور اللي هي الفنية زي إذا أضيف لعيب وقدر أستثمر في اللعيب إنه يخدم النادي الأول يمكن إحنا الحمد لله أقول إن إحنا خدمنا النادي إنت بتزعل من عماد والبركات وإسلام الشاطر والناس اللي راح تنادي الأهلي آه من حقي إن إنت تزعل إيا كان فيه أمور وإحنا أيام اللعبة كانت بتزعلنا لكن النهاردة ما بزعلش لأن إنت كان نفسك إن إنت النعمة يكمل وإن البطولة يبقوا اثنين يبقوا عشرة طب إيه الدوافع اللي موجودة أو إيه الإمكانات اللي موجودة اللي إنت تحافظ بها على لعبتك فكان للأسف السيناريو اللي أقول لحضرك علي إنه بيترمي كل الحمل على اللعب وده اللي بيحصل النهاردة برسا